في مرحلة العودة إلى المفاوضات خصوصا مع توضيح والتأكيد على الموقف المصري باللاقات اللي تم يعني اعلانها وكمان السعي الدائم من الجانب المصري لحل قضية المحتجزين اللي بتستخدم كوراق الضغط من الغرب ناحية انه يعني كستار للاجتياح اللي بيحصل لقطع غاز الجهود العربية لا ينبغي اغفالها في هذا الاطار هناك جهود موازية تبذل في هذا الاطار انا اللي بيؤكد عليه انه ينبغي تنصيق المواقف ما ينفعش تبقى جهود فردية وما ينفعش تبقى مرحلة تنفسية لا لازم تبقى رسالة رسالة عربية بصوت عربي أصيل في هذه القضية ما فيش حد ممكن يفكر انه ينزع الدور المصري يعني لا يمكن لأحد انه يتخيل للحظة انه ينزع الدور ومكانة الدولة المصرية الدولة المصرية هي عاصمة الحل القاهرة هي عاصمة الحل والقاهرة هي من قدمت التضحيات والقاهرة هي من ادارت المفاوضات والقاهرة هي من تدرك قيمة العودة الى طاولة المفاوضات طيب احنا في الجمعية العامة الامو التحدى بنتكلم على 120 صوت معنا بنتكلم على مجلس امن حاولنا من خلاله ان احنا نستصدر قرارات الادانة لكن بنتحدث عن مواقف بدأت تتغير وبدأت تتقبل الفكرة اهمها اوروبا اسبانيا دولة ابتدت تتبنى المواقف العربية المصرية الاصيلة ومن ثم ده مهم جدا ان احنا نشتغل عليه في الفترة الجاية الاطراف الصديقة المتبنية لهذه المواقف ينبغي ان نضغط عليها من اجل العمل معا الى العودة الى طاولة المفاوضات لان عدم الاستقرار في هذا الاقليم سيدر بالاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل دولة حتى من يتخيل انه بعيد عن طائلة التأثير من هذه الازمة الكبيرة سيطاله التأثير ومن ثم ينبغي ان يكون هناك نوع من الرشادة في الضغوط التي تمارسها المنطقة العربية وزعماء المنطقة العربية والدولة المصرية من اجل العودة الى طاولة المفاوضات لان هي دي بمثابة الحل الوحيد والمخرج الوحيد لهذا المأذك الكبير حل القضايا الفلسطينية على الاسس الشرعية الدولية وعلى المواقف العربية المحددة والواضحة وعلى المبادرة العربية هي الامور الحاثمة التي ستقود الى حل هذه الازمة اكيد نتعشم خير ان شاء الله نتمنى السلامة لأهلنا في غزة